موسيقى اللي يقول ان القضاء فاسد ومتخلف يحطونا في السجن معظم الاصلاحيين كانت واحدة من تهمهم انهم اهانوا قضاء الاسعود العجيب وانهم قالوا ان القضاء خاضع للسلطة التنفيذية خصوصا سلطة نايف ومن بعده ابنه واذا احد من بره قال لهم احكامكم قرقوا شيئا قالوا هذا يتدخل في شؤوننا الداخلية وهذا اعتراض على شرع الله ولا نقبل بذلك وقضاءنا الانزح عالميا مثل ما يقول هذا عيسى الغيث عضو مجلس الشورى اللي يقول ان هذا شهادة لله قال عن ابو الكذب اسمعوا هالخبر الجديد من جريدة الحياة السعودية يقول الخبر فتحوا اذانيكم معي زين اعلنت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض انه بناء على توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارة وزير الداخلية الامير محمد ابن نايف تم الحكم بالسجن ستة اعوام وستمائة جلدة على المفحط السعودي الملقب بكينغ النظيم يعني ابن نايف هو الشرع وهو القضاء وهو اللي يحدد العقوبة وبالمختصر هو الخصم والحكم ليش تزعلوا اذا قلنا قضاءكم فاسد وانكم تطبقون شرع ابن سعود مو شرع الله شفتوا الرجولة عند الحامد شفتوا الشجاعة ازيدكم من الشعر بيت كان الشاعر ابن المدينة المنورة عبد المحسن الحليت عمل قصيدة عجيبة عن قضاء آل سعود عنوانها إلى أصحاب السماحة المفسدون في الأرض نشرها في صحيفة المدينة بس الله يستر عليه سجنوه ومنعوه من الكتابة ورئيس التحرير محمد الفعل شالوه من منصبه يقول في قصيدته اللي تعبر عن واقع آل سعود وقضاؤهم وقضاتهم كلكم قاتل ولا استثناء والقتيل القضاء والشرفاء مات عصر الفاروق لم تبق منه غير ذكرى سطورها بيضاء سقطت راية الحسين وعادت من جديد بثوبها كربلاء واعتلت عصبة اللصوص وماتت في السجون العدالة العذراء أكبر المجرمين أنتم ولكن لا وجوه لكم ولا أسماء هذه محاكم التفتيش هذه هذا لا يوجد إلا في حكم قرقوش محاكم تفتيش هذه يجب أن ندينها وأن ندفع الثمن وليكن ما يكون أيها المرتشون من أين جئتم ألغير التقات كان القضاء تدعون التقى وأنتم ضباع أكلتنا فكلنا أشلاء تحت أنيابكم نئن ومنكم لا فقير نجا ولا أغنياء فكأن وحل وأنتم زلال وكأن أرض وأنتم سماء نحن أهل الضلال دوما وأنتم عندنا المرسلون والأنبياء لكم الدين كله ولنا الشرك فنحن الخوارج السفاء فأبونا الحجاج وابن سلول وأبوكم علي والزهراء نحن من خان كل شرع ودين وعلى الدين أنتم الأمناء كل صوت سواكم شيطان كل رأي عداكم فحشاء وعروق الإيمان جفت لدينا ولديكم عروقه خضراء أعذرونا فنحن نسل يزيد أيها التابعون والخلفاء أيها المفسدون في كل أرض قاتل الله علمكم والسماء كم ذبحتم من آية وحديث ولحاكم كم لطختها الدماء فالدساتير كالعبيد لديكم والقوانين في يديكم إماء وتداجون ألف طاغ وطاغ وله وحده يكون الولاء وله منكم النفاق المصفى والركوع الطويل والإنحناء وتحلون ما يراه حلالا فالفتاوى منكم ومنه الجزاء وإذا قال حرموا حرمتموا كل ما يشتهيه حتى الهواء هو مولاكم الذي تعبدوه فهو نعم المولى ونعم الرجاء هذه محاكم التفتيش هذه هذا لا يوجد إلا في حكم قرقوش محاكم تفتيش هذه يجب أن ندينها وأن ندفع الثمن وليكن ما يكون أيها المتخمون فسقا أهذا ما تقول الشريعة السمحاء كيف صار القضاء عنزا حلوبا يتسلى بحلبها من يشاء أكل لحم الخنزير في عرفكم شرك وأكل الحقوق فيه الشفاء وكلام الصكوك أحلى لديكم من كلام الذي له الأسماء لا من الناس تستحون ولا الله الذي منه يستحي الأنبياء هذه محاكم التفتيش هذه هذا لا يوجد إلا في حكم قرقوش محاكم تفتيش هذه يجب أن ندينها وأن ندفع الثمن وليكن ما يكون كل ظلم بنا وكل فساد أنتم الراس فيه والأعضاء فلوجه الدينار قمتم وصمتم فهو باق وما سواه فناء ولعينيه كم فقأتم عيونا فلعينيه يستحب الدعاء ونهبتم من أجله البر والبحر ومنكم لم تنجو إلا السماء وتحنون كل يوم لحاكم كي يزول البياض والارتخاء والفساد الذي يعربد فيها لا خضاب يخفيه أو حناء هذه محاكم التفتيش هذه هذا لا يوجد إلا في حكم قرقوش محاكم تفتيش هذه يجب أن ندينها وأن ندفع الثمن وليكن ما يكون أيها المظلمون لم يبق وجه فيكم يستحي ولم يبق ماء كم يعاني من فسقكم أتقياء ويقاسي من زيفكم علماء هم مع الله يسهرون وأنتم في جحور لكم بناها الرياء فهم الشمس إن تعالى ظلام وهم السيف إن تماد البغاء فلحاهم منيرة بتقاها ولحاكم تنيرها الظلماء لست أهجوكم فأنتم ذئاب وكثير على الذئاب الهجاء أنتم الميتون شيخا فشيخا وبكم لا يليق إلا الرثاء هذه محاكم التفتيش هذه هذا لا يوجد إلا في حكم قرقوش محاكم تفتيش هذه يجب أن ندينها وأن ندفع الثمن وليكن ما يكون